اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المتحدث اعربا عن قلقهم العميق جراء الهجوم الذي وقع في دمشق الاربعاء الماضي والعلامات المتزايدة بانه كان هجوما واضحا باسلحة كيموية نفذه النظام السوري ضد شعبه صرح الرئيس الفرنسي فرانسو هولوند ان هناك مجموعة من الادلة تشير الى ان الهجوم الذي وقع في الواحد والعشرين اوت في ليف دمشق كانت طبيعة كيموية وان كل شيء يقول الاعتقاد او يقود الاعتقاد بان النظام السوري مسؤول عنها وطلب هولوند خلال محادثات بهذا الصدد اجراها مع رئيس الوزراء الاسرائي كيفن راد بالسماح المفاتشية الامم المتحدة من الوصول بدون ابطاء ولا قيود الى المواقع المعنية بهذا الهجوم سلمت النيابة والعامة المصرية التحقيقات التكملية في قضية قتل المتظاهرين ابن احداث ثورة الخامس والعشرين جون في والتي يتهم فيها رئيس المصرية الاسبق حسن مبارك ونجلا علاء وجمال وزير داخلية حبيب العادلي والستة من كبار مساعدين لهيئة محكمة شمال القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة اليوم واكد رئيس المحكمة محمود كامل الرشيد ان التحقيقات اجتملت على حرز هو عبارة عن صندوق مدعم بصندوق اخر وبعد التأكد من سلامة الاختام قامت المحكمة بفضلها امام الجميع طلب فريد ديب محامي رئيس الاسبق مبارك اجل ستة اشهر الاطلاع على اوراق القضية وذلك امام محكمة جنيات شمال القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة في سادس جلسات اعادة المحاكمة في القضية المعروفة اعلاميا بمحاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ورجلاه جمال وعلا ووزير داخلية حبيب العادلي وستة من مساعدها السابقين ورجل اعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال احداد ثورة الخامس والعشرين جنفي والاضرار بالمال العام من خلال تصديل الغاز لاسرائيل وتعجبت المحكمة من طول المدة المطلوبة فاكدت ديبا اوراق القضية كبيرة تجاوزت ستين الف ورقة وشبه بحجم مكتبته او مكتبته الاسكندلية مشيرا الى ان القضية تحتاج لدراسة وتدقيق اجلت محكمة جينيات القاهرة اليوم الاحد محاكمة محمد بديع المرشد العام تنظيم الاخوان المسلمين في مصر ونائبي خيرة الشاطر ومحمد رشاد بيومي الى جلسة 29 اكتوبر المقبل لعدم حضور المتهمين لدواع امنية وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ميناء ان كلا من بديع والشاطر وبيومي وجهان عددا من التهم منها تحريض عدد من اعضاء التنظيم على ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين امام مقر مكتب الارشاد الخاص بالتنظيم الكائن بضحية المقتم بالقاهرة وذلك اثناء احداث الثالث جوان الماضي على نحو اصفر عن مقتل تسعة اشخاص واصابة واحد وتسعين اخرين وطنيا وفيما اكد رئيس مكتب الدورة السادسة للجنة المركزية الافلان احمد ابو مهدي ان الاجتماع للجنة المركزية سيعقد بفندق الاورسي حيث دعا المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الى عقد دورات استثنائية للجنة المركزية يومي 29 و30 او تجاري بفندق الرياضة وهو الامر الذي سيعقد من الامر في حال عدم الوصول الى توافق التفاصيل في مايكروفون الزميل احمد حفصي بعد الاطلاع على المستجدات الحزبية فان المكتب السياسي بعد المشاورات واسعة مع الجهات المعنية قصد توفير الشروط الملائمة يدعو اعضاء اللجنة المركزية لحضور الدورة الاستثنائية للجنة المركزية التي تقرر عقدها بتاريخ 29-30 اوت بفندق الرياض لانتخاب امين عام للحزب سيسجل الوزير والاول عبد الملك سلال بولاية عام هذا الاسبوع قصد معينة جملة من المشاريع المختلفة بعدد من القطاعات الهمة على غرار السكن والصناعة والفلاحة وسيكون الوزير الاول على موعد مع عدد الجمعيات والفاعلين في المجتمع المناظني بالمنطقة قصد الاستماع لانشغالاتهم كما سيقوم بمعاينة وتدشين مشاريع هامة الى جانب تدعيم ميزانية الولاية بغلاف مالي اضافي قصد استكمال مشاريع لم تكتمل بعد وتعد ولاية عامة من الولايات القليلة التي لا تعرف زيارات عديدة للمسؤولين رغم التسهيلات التي وفرتها السلطات العمومية في اطار التنازل عن المساكن الاجتماعية التي تم تسليمها قبل 2004 الى ان العملية لم تعرف سوى تقديم اكثر من 2000 ملف من اصل عشرات الالاف من السكنات والسبب ان الامور تعقدت بسبب المساكن التي تم بيعها من طرف اصحابها بطريقة غير قانونية التفاصيل وامنة شابونية عرفت حملية التنازل عن السكنات الاجتماعية بطءا كبيرا رغم التسهيلات التي وفرتها السلطات العمومية والسبب ان اغلب المستفيدين فضلوا التنازل عن سكناتهم لاخرين في اطار الاعتراف بالدين وهي طريقة غير قانونية لبيع السكن الاجتماعي زادت الامور تعقيدا المستأجر هو اصلا رأى مستأجر مثلا عن ديوان ترقيه وتسير العقاري حرر له عقد ايجاب باش هو اللي يستنفع بالشقة هذي واشو اللي يصنع في المجتمع الجزائري ولو يبيعو ما يسمى بالمفتاح لما يشري المفتاح يدلوا وكالة لي عندو دوسي كمبلي وعندو لسي بيسي تاع الدبو ويخدم شرعا يخدم ليجال ما عندوش قانون يبيع يبيع شقة لي تكون مفتاح لي تكون بطورت ليكون سوشيال كالنوتر يخدموهم ركونيسانس دو دات بلس بروكيراسيون اللي يموت سييد اللي عندو لبروكيراسيون يموت لما يموت هذي كتنا لبروكيراسيون تموت قانونيين تموت يعني هنا يكن عقد بيع ضمني القانون ما يسمحش ببيع ملك الغير فقد كشفت أخر الإحصائيات عن الإقبال الضعيف على عملية التنازل التي أعلنتها وزارة السكن والعمران في إطار تمليك المواطنين سكنتهم الاجتماعية المستفادي منها قبل عام 2004 أنه تم تسويت أكثر من ألفين ميلة فقط على المستوى الوطني ويبقى الغموض في ظل غياب الأرقام الحقيقية لسكنات الاجتماعية التي بيعت بطريقة غير شرعية عن طريق المفتاح الأمر الذي عطى العملية التنازل عنها في موضوع آخر يبدو أن ملف قضية الطفل الإسلام خوالد المحتجز في المغرب طوية عند السلطات التي لم تتدخل بعد إصدار الحكم بعام سجن من طرف القضاء المغربي ولا تزال عائلة الطفل لحد الآن تعاني تكاليف السفر والإقامة بالإضافة إلى الحالة الصحية التي يتواجد بها إسلام تلفزيون النهار وكعادته ظل العائلة ووقف على التنية المزيد في ميكروفون محمود حيمر بكلمات تتبعها نظرات حرقة الوالد لابنه عز الدين يبحث عن ابنه إسلام ليس رفقة أصدقائه أو ممتطيا قاربه بين الأمواج ولكن يبحث عن ما يذكره بإسلام الغائب لأكثر من سبعة أشهر بعدما فقد الأمل في عودته رغم كل التصريحات التي أدل بها المسؤولين في الدولة والمتتبعين لقضية الطفل عن قرب حسبهم إلا أن الظاهر عكس ذلك فلم تقدم ولا مساعدات للعائلة التي تتكبد معاناة الصفر وتكاليف الإقامة بالمغرب رسالة من أبي إسلام وعدته بإيصالها إن كان ابنك أنت يا مسؤول ويا من تدافع عن الجالية فهل سترضى بذلك؟ قضت سبعة أشهر ولم يتبقى إلا القليل إلا أن البطل إسلام الجزائري لا يزال صابرا ويحلم بالعودة نتمنى أن تجد هذه الرسالة آذانا صاغية أحيى المطرب واللبناني والجسار حفلا فنيا ساهلا بمسرح الكزيف وقد تفاعل معه الجمهور الجزائري مما كان يردد ويحفظ أغنيه عن ظهر قلب ميكروفون النهار والتفاصيل كانت سهرة لا تنتسى جمهور الجزائر جمهور أكثر من رائع متجاوب متفاعل حافظ الأغاني كلها فيعطي ألف صحة وأنا كتير كتير كنت سعيد بوجودي ويمكن لاحظته قديش كنت منفاعل وقديش كنت مبسوط بهاللقاء فرحاني بقل لهم نحبكم بزيف بزيف وإن شاء الله دايما زور هالبلد العظيم وهالشعب العظيم يلي دايما بيغمرني بمحبته وبأكيد تواجده معي بكل سهراتي اللي عم قوم فيها أو بكل المهرجانات اللي عم قوم فيها بالجزائر الحبيبة جديد ينزل مؤخرا يعني ألبوم بعنوان سنين قدام ألبوم منوع والحمد لله يعني بخلال تقريبا شهر أو شهر وشوي تخطى الخمسة عشر مليون مستمع فأيدي شغل كتير منه بيدا مشاهدين أعطي وإياكم صفحات هذا الموجهز الإخباري شكرا لكم على كرم الإسرائي والمتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة